اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في حلقات سابقة قبل أسابيع ربما تحدثنا ربما مرة أو مرتين عن موضوع يعني وأقصد موضوع انتخابات مجلس المحافظات يعني ما يسمى بانتخابات مجلس المحافظات تحدثنا به ومن الضروري أن أتحدث به اليوم وربما في حلقات لاحقة أيضا لأن هذا الموضوع يشغل الناس ويعني صدعوا رؤوسنا في الحديث عنه هذه أطراف العملية السياسية عموما مفوضية العليا للانتخابات تقول أن نسبة الذين حدثوا البطاقات الانتخابية نسبة كبيرة يتحدثون عن 30% هم يتحدثون هكذا وكل مراكز الدراسات والمنظمات المختصة في قضية الانتخابات تقول أن النسبة قل من هذا بكثير عموما النسبة التي تم من الذين يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات نسبة الذين حدثوا سجلاتهم الانتخابية لا يزيد عن 30% إذن من البداية 70% من الشعب العراقي رفض المشاركة بهذه الانتخابات قاطعها مثل ما قاطعوها من انتخابات مجلس النواب السابق الانتخابات التشريعية السابقة اسموها و85% من العراقين لم يشاركوا و15% شاركة والنسبة أقل من 15% والذين فازوا انسحبوا هم التار الصدري والذين شكلوا الحكومة هي الميليشيات الخاسرة هي الإطار التنسيقي وجابه محمد الشياع السوداني وقالوا أنه هذه الشعب انتخابه فمن الآن 70% من الذين يحق لهم التصويت لم يحدثوا سجلاتهم الانتخابية إذن لا يشاركوا من الانتخابات وهذا النسبة التي بقتها أقل من 30% مع ذلك سنقبل 30% كل مراكز الدراسات والمنظمات الخاصة والمهتمين بالانتخابات يؤكدون أنه نسبة الذين سيشاركون بالانتخابات فعلياً من هذه النسبة التي تحدث فيها 30% الذي يحدثوا سجلاتهم من هذه النسبة 50% منهم لن يشاركون فقط 50% سيشاركون إذن لما تكون النسبة 30% و50% منهم ما يشاركون إذن 15% فقط هم من سيشتركون بحدود الـ 15% وقال من الـ 15% هم الذين سيشاركون بالانتخابات مما يحق لهم التصويت السؤال هنا الذي يطلح نفسه هل يحق؟ لرأي عام متكون من 15% من الشعب العراقي 85% مقاطع هل يحق لـ 15% أن يشكلون إدارات لكل المحافظات العراقية تدير وتصرف بأموالهم وتصرف بمشاريعهم وتصرف بخدماتهم وتصرف بسياسة كل المحافظات وتعين المحافظة وتدير كل الدوائر هل يحق؟ هل هذه حالة شرعية؟ هل هم يتحدثون بالديمقراطية؟ هل هذه ديمقراطية؟ عندما الشعب يقاطعها الديمقراطية تستوجب أن الحكومة والإرادة العامة إرادة الدولة تنصاع للإرادة الشعبية لإرادة ديمقراطية من 85% يقاطعون ولا يشاركون إذن عليهم أن يساقوا إليهم ويلغوا هذه الانتخابات لأنها غير شرعية لكن مع ذلك مثل ما حدث في انتخابات مجالس يعني انتخابات تشريعية السابقة ظهرت علينا بلس خارت وظهرت السفيرة الأمريكية ومعرف منه والسفير البريطاني قالوا شرعية والنسبة 40% والخمسين بالمئة والاتحاد الأوروبي قال ماكو تزوير نفس القضية نفس العملية رح تجري ونفس الآراء ولا أحد ينتقد وبالتالي تكون شرعية القضية هي يجب أن يسيطرون على هذه المحافظة يسيطرون على مشاريعها تخصصات المالية يصير بجوبهم بأيديهم هم من يعطون المقاولات هم من يقررون نوع المشاريع وهم من يأخذها وأي المقاولين ومن الدولة التي تنفذها وشون تنفيذها هذه القضية واخرات تنفذت ما تنفذت هذه غير قضية المهم ما حد يحاسبه مجالس محافظات وعلى الشعب أن ينصع هم ممسيطرين في بغداد وهذه المحافظات يجب أن تكون أداة بيد بغداد وتخدم السياسة في بغداد تخدم هذه الحكومة التي شكلتها الميليشيات هكذا يريدون فهل يحق لـ 15% مثل ما نقول مرة أخرى ونسأل هل يحق لـ 15% وقال من 15% محتل و15% أن يتحدثوا عن ري عام عراقي وشكله رأي عام عراقي ويقاس عليه وهذا الرأي العام العراقي يعني يؤدي إلى قرارات تنفيذية تستوجب تعيين محافظين ومجالس محافظات والموازنات تصير فيديوهم وأموالها والمشاريع والخدمات والدوائر كلها بأمرتهم هل يحق هل هذا شرعي هل يقبل هذا لذلك الشعب يفهم هذه القضية يعرف هذه المحافظات يعرف مجالس هذه المحافظات بؤر للفساد والخراب والدمار والبوق والسرق والنهب هذا واقع الحال ولذلك توقفت كثير والشعب لا يهتب لها الآن يريدون أن يعيدوها لأنه يعني وجدوا فيها يجب أن الأموال هذه متروح والمشاريع يجب أن تروح إلى ناس معينين وإلى جهات معينة ودول معينة وبالتالي يجب أن تكون بأيديهم وهذا جزء من المنافسة جزء من الصراع على المكاسب والمغانم بين هذه القوة القوة العملية السياسية ليس بين الشعب الشعب ما لا علاقة الشعب مقاطع من الآن 70% من عندهم ما حدثوا سجلاته ومن اللي حدثوا سجلاته من 30% 50% ما رح يشاركون 15% فقط هي ميليشيات تتابعة لهذه الأحزاب وهذه القوة هي من تشارك مثل حال انتخابات التشريعية قوة الأمنية والقوة الميليشياية هي من أدلت بأصواتها وبالتالي حتى الفاز من هذه 15% النسبة الأكبر انسحب والخاسرين هم اللي شكلوا الحكومة قالوا هذه الحكومة حكومة خرجت من يعني برضى الشعاب وخرجت من رحمة الشعاب وبالأصخارة ايدتها الأمم المتحدة وايدتها السفارة الأمريكية والبريطانية وهم يشتمون لسفارة البريطانية والأمريكية ويعتبرون إمريكا الشيطان الأكبر وكذبة كبيرة ومن جاء بهم هو الشيطان الأكبر من أجلسهم على الكراسي ومن يحميهم لحد الآن ويحمي تجربتهم هذه البائسة وهذا النموذج الخرب هي أمريكا من أدخلت إيران إلى العراق ومزقت العراق بهذه الطريقة وجعلته ضعيفا مخربا بلد فساد وخراب وطائفية هي أمريكا وبالتالي يشتمون أمريكا ويهددونها كذبا والدعاء وإذا ما تحركوا أربع جنود أمريكان منا منا الكل يخاف والكل يلملم غراض وينهزم هذا وقع الحال وهذا ما نراه اليوم فهذا الحال لا يمكن أن يستمر الحقيقة ولا يمكن قبول به ولا يمكن الحديث عن انتخابات شرعية في العراق ما دام الشعب لا يقبل بها انتخابات في كل الدنيا انتخابات تمثل الشعب تخرج من رحم الشعب هذا الصندوق يمثل الشعب يمرث الإرادة الشعب والسلطات التي تخرج من هذا الصندوق ينتخبوها الشعب هي محاسبة من قبل الشعب ويحاسبة الشعب وإذا مرضى عنها يقيلها هل يحدث هذا فتنا بالعراق تريد أن تقنعون الناس أنه ديمقراطية وكذبة كبيرة لا يمكن أن يعتنعوا الناس وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة